مشاهدين الكرام الآن يسعدني ويشرفني أن أنا أرتقي مع سيدة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة سعيد أنا وساني السيدة الوزيرة التخطيط أساس كل شيء وأعتقد أنه ما جرى في مصر خلال السنوات الماضية كان يعني بزارة التخطيط حاضرة فيه في كل القطاعات اليوم أعمال هذا المؤتمر كيف تجدينها يعني مفيدة سواء لمصر أو للقرى الإفريقية التي تعقد الاجتماعات فيها أول مرة في القرى صباح الخير وطبعا الاجتماع ده مهم جدا مصري يمكن رؤية مصر 2030 مستهدفتها وخطة الإصلاح الاختصادي اللي تمت في مصر كانت من أوائل المحاور اللي كانت فيها الاهتمام بالبنية التحتية اللي تمت سواء كانت بنية تحتية في طرق في مواصلات لائقة للمواطنين أو في بنية معلوماتية عشان نطور التكنولوجيا النهاردة بقتها لغة العصر في الوظائف لغة العصر في الاتصال فطبعا وجود هذا التجمع البنك الأسيوي للبنية التحتية ده تجمع طبعا هام جدا بيؤكد على الدور المصر اللي عبته الفترة اللي فاتت في التطوير الكبير اللي تم فيه يعني مجالات مختلفة زي مجال البنية التحتية زي إنشاء مجموعة من المدن أهل عديدة بنكلم معا تقريبا 24 مدينة جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان وطبعا يعني برضو توفير جودة حياة للمواطنين عندنا مشروع التنموي الكبير حياة كريمة اللي بيوفر أيضا حجم كبير من الخدمات المتميزة لأهلنا في الريف المصري فكل دي الحقيقة يعني الفترة دي يمكن فترة غير عادية لأن العالم كل مر بأزمات متتالية بدأ من أزمة كوفيد إلى الأزمة الروسية الأوكرانية فمهم جدا إن احنا كنا نلتقي عندنا تواصل مع مثل هذه المؤسسات الدولية متعددة الأطراف عشان نشارك مع بعض تجربة مصر وتجارب الدول الأخرى ونشوف إزاي نقدر أن نتغلب على هذه التحديات سيدة الوزيرة من ضمن الأمور التي يعنى بها المؤتمر فكرة سد الفجوة التمويلية في خاصة قطاعات البنية التحتية وأعتقد أنه يعني الاستثمار مهم في مسألة البنية التحتية لأنه لا تقوم قائمة للدول إلا بها الفجوة التمويلية هذه كبيرة في الدول الإفريقية ومنها مصر الحقيقة إحنا يمكن الفترة السنوات الماضية استثمرنا بشكل كبير جدا في البنية التحتية ويمكن الفترة كانت فترة استثنائية كانت لازم الدولة إحنا خرجنا من مرحلة عدم استقرار سياسي وأمني قبل 2014 فكنا محتاجين أن الدولة تتدخل بقوة لرفع مستوى جودة البنية التحتية النهاردة إحنا خطة الدولة خطة الإصلاحات الهيكلية بتركز على مشاركة أكتر من القطاع الخاص سواء قطاع الخاص ده محلي أو أجنبي عشان هو اللي يدخل النهاردة يعظم العائد على هذه الاستثمارات فإحنا بنتكلم النهاردة على مجموعة من مشروعات كبرى بالشراكة مع قطاع الخاص سواء كانت مشروعات المواصلات العامة سواء كانت مشروعات في الاستثمار في مجالات الطاقة هل تكلمي على إدارة ولا فقط تأسيس؟ تأسيس وإدارة لتنين مع بعض طبعا تأسيس وإدارة إدارة بشكل أساسي طبعا عندنا مجموعة من المشروعات اللي بيدرها القطاع الخاص وفي مشروعات أخرى بيخش بشكل تأسيس واستثمار مشترك مع الدولة أو بيخش الدولة بتسهله كل الأمور الخاصة بهذا الاستثمار والقطاع الخاص هو اللي بيخش فإحنا بنتكلم على القطاع الخاص بيشغل أكتر من 85% من العمالة في مصر فهو اللي هو الدور الأساسي النهاردة بعد ما تم تجهيز البنية الأساسية للاستثمار فيها هناك فكرة لدعم القطاع الخاص في مصر وهذا يتحدث عنه السيد الرئيس أكثر من مرة حسنا تقول لي رقم أنا شخصيا فوقت بيئة أو النسبة يعني أنه 85% تقريبا هل هناك اتجاه لدعم القطاع الخاص بشكل وطنيا؟ طبعا القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في التنمية ويمكن الدولة دورها دايما بيبقى رقيب ومنظم ومساند للقطاع الخاص اللي هو أصل عملية التنمية فإحنا النهاردة في مجموعة من الحوافز تم توفيرها للقطاع الخاص عشان نسهله الاستثمار مجلس أعلى الاستثمار تلعب مجموعة من الحوافز المختلفة فعندنا وثيقة ملكية الدولة اللي بتؤكد على أنواع القطاعات اللي هي دولة حتى بتتخرج منها لتتركها للقطاع الخاص وأيضا عندنا قانون المشاركة مع القطاع الخاص وعندنا صندوق مصري السياجي أيضا اللي بيوفر الفرص الاستثمارية المختلفة للقطاع الخاص توجه الدولة نفسه دكتور هلا سعيد شرفتيني شكرا جزيلا لوجود حضرك معي شكرا السيدة الوزيرة شكرا شكرا جزيلا